18 حزبا سياسيا منحتهم وزارة الداخلية ترخيص لعقد مؤتمرتهم تأسيسية عدة تساؤلات تطرح حول إفراج الوزارة عن القائمة في هذا الوقت بالذات قد يكون أمرين محاولة احتواء الغضب ومحاولة طبيض الوجه ومحاولة لعطاء الانقبع بأن هناك حكومة جديدة وأننا نحن أمام عهد جديد لأن الأحزاب والجمعيات التي تم اعتمادها وضعت طلبة الاعتماد لإنشاء هذه الأحزاب منذ سنوات وتم التضيق عليها في حين أن القانون واضح دخول هذه الأحزاب ساحة سياسية التي يراها البعض متشبعة بأكثر من ستين حزبا معتمدا أثار جدلا حول الإضافة التي قد تقدمها هذه التشكيلات السياسية ومدى قبولها لدى الشعب حان الوقت لتأسيس مؤسساتي هذا الحراك ينخرج ويخرج أناس كفاءة مصداقية نازهة في تدسيد طموحاته منح ترخيص عقد مؤتمرات تأسيسية لثمانية عشر حزبا جديدا سبقه قبل خمس سنوات منح أحزاب أخرى نفس الترخيص لكن لحد الآن لا تزال معلقة ولم يفصل بعد في اعتمادها من عدمه رسلنا وزير الداخلية قبلا يعني في 2014 في جويليا وقوت 2014 ولم يكن هناك أي رد من كلف من مكتب الحرية والشؤون العامة والتنظيم في وزير الداخلية لا يعرف أسباب رفض حزب سياسي ملفه موجود عنده طبعا بعد تواصل آخر طلبنا نحن شخصين طلبت أعطونا هذا الرفض رسميا وكتابيا وبتاريخ حديث لأننا لم نتوصل به من قبل ولم تصلنا أي مراسلة من قبل فكرة تأسيس أحزاب جديدة لم تلقى ترحيبا لدى بعض المواطنين والسبب أزمة ثقة في الوجوه السياسية القديمة تأسيس أحزاب سياسية جديدة تضبطه معايير وقوانين لكن الإشكال أن الوزارة الوصية لم تنهي الجدل وامتنعت عن تقديم أي تفاصيل حول أسباب إقصاء البعض رغم استفائهم كافة الشروط حسبهم